كان التغيير اللي حصل في بيت المقدس بتولي بيلدوين السلطة بعد أخوه جودفيري مغري ليه جداً بمزيد من التوسع والسيطرة خاصةً بعد ما شاف ضعف المسلمين وشبق إخياناتهم لبعضهم فعمل تحالف اقتصادي عسكري مع أساطيل جنوى الإيطالية وبمساعدتهم يعني قدر بيلدوين أنه يستولي على شوات مدن كده منها أرسوف وقيسرية ودول مدينتين عمل فيهم مدابح للمسلمين فظيعة جداً تحديداً بعد السقوط القيسرية لدرجة أنه المؤلخين بيقولوا أن قيسرية تحولت إلى بركة من الدماء تسبح فيها جسس الأطفال والنساء في الشمال تانكرد اللي مسك أنتاكيا بعد أسر عامه حاول برضو يفرد عدلاته ونجح في ضم ثلاث مدن جديدة لمملكته ترسوس والمصيصة وكده مش بس كده ده حاصر الأزيقية اللي فيها ريمون الرابع وكان عايز يستولي عليها وبعدين هاجم مدينة اسمها السروج كانت مدينة إسلامية اللي حاول زعيمها سخمان بن أرتق أنه يستعين بالأمراء المسلمين في صد الهجوم بتاعهم بتاع الصليبين لكن أمراء المسلمين خزلوه فسقطت المدينة وتأتل فيها عدد كبير جدا من المسلمين ترجمة نانسي قنقر